شكرا لك محمد داء التاسع صباحا بتوقيت القاهرة السبع بتوقيت جرينتش مجوزة أخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أعلنت وزارة الصحة والسكان عن خروج 899 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفاءهم ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 204 ألاف وسبعة مائة وحالة واحدة وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 589 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحليلها معمليا للفيروس بالإضافة إلى وفاة 31 حالة جديدة مشيرة إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا بلغ 276190 حالة أطلقت وزيرة الثقافة إناس عبدالدين ونائبة وزير الثقافة الروسي أولجا يارلوفا فعاليات عام التبادل الإنساني المصري الروسي 2021-2022 وذلك على مصرح دار الأوبرا الذي يقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي وأكدت وزيرة الثقافة أن إطلاق فعاليات عام التبادل الإنساني المصري الروسي الذي أعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين يأتي تأكيدا للروابط الوطيدة التي تجمع بين القاهرة وموسكو وتكثيفا للتعاون بينهما في مختلف المجالات مشيرة إلى أنه يتم فتح أفاقا جديدة للتعاون المشترك في مختلف مجالات الثقافة والفنون استقبل مطار مرسى مطروح الدولي أولى رحلات الجوية القادمة من مطار أستانا بدولة كازاخستان والتي كانت تحمل على متنها 183 سائحا هذا وتم استقبل الطائرة فور وصولها بتقليد رش المياه كما قام فريق العلاقات العامة بالمطار بتيسير إجراءات الوصول والتأكد من وجود تحليل بي سي آر لدى جميع ركاب مع تطبيق جميع الضوابط الصحية والوقائية فضلا عن الالتزام بالتباعد الاجتماعي حفاظا على سلامة وصحة المسافرين والعملين بالمطار توفي المناضل السينوي حجاج الكاشف أحد رموز الوطنية بمدينة العريش بشمال سيناء وشهيع جثنان بمقابر الأسرة وقال رئيس جماعية مجاهدي سيناء عبدالله جهامة إن البطل حجاج الكاشف من بين أبطال أبناء قوائل سيناء وعائلتها الذين أدوا دورا وطنية خلال فترة احتلال إسرائيل لسيناء مشيرا إلى منح ينوط الامتياز تقديرا لجهوده الوطنية أعلن تلفزيون الإيراني فوز إبراهيم رئيسي رسميا بانتخابات الرئاسة وحسب ما أعلن تلفزيون الإيراني فقد حصل رئيسي على 62% من أصوات الناخبين هذا وقد أظهرت النتائج الأولية لانتخابات الرئاسية الإيرانية حصول رئيسي على أكثر من 17 مليون صوت دعت الجماعية العامة للأمم المتحدة إلى وقف تضفق الأسلحة إلى ميانمار وحثت الجيش على احترام نتائج الانتخابات وإطلاق صراح المعتقلين السياسيين بمن فيهم زعيمة البلاد أونج سانسوكي وتبنت الجماعية العامة القرار بدعم من 119 دولة بعد مرور نحو أربعة أشهر على الاضطرابات السياسية التي أدت إلى الإطاحة بحكومة أونج سانسوكي وقال سفير الاتحاد الأوروبي لدى أمم المتحدة إن قرار المنظمة يبعث برسالة قوية وينزع الشرعية عن المجلس العسكرية أعلنت توزارة الدفاع الأمريكية بنتاجون أعتزام الإدارة الأمريكية سحب قوات وقدرات عسكرية من الشرق الأوسط وقالت المتحدثة باسم بنتاجون جيسيكا منكلوتي إن وزير الدفاع وجه قائد القيادة المركزية الأمريكية بسحب قوات وقدرات محددة معظم أنظمة دفاع الجوي من منطقة الشرق الأوسط في هذا الصيف مشيرة إلى أن ذلك القراء اتخذ بتنصيق وصيق مع الدول المضيفة للقوات الأمريكية وبرؤية واضحة للحفاظ على قدرة واشنطن على الوفاء بالتزامتها الأمنية ناية مجزة التاسعة وفاصل عن دلس إكمال بقي فقرات صباح الخير يا مصر